تظهر وليس للغربال ان يغطي وجهها فها هي الحقائق تتكشف عن جريمة قتل مائتين وواحد وثلاثين مدنيا من المخفين قسرا والذين دفنوا في كربلاء مؤخرا كوجبة جديدة من الذين قضوا على يد الميليشيات الطائفية هيئة علماء المسلمين في العراق وصفت تسليم نحو مائتين وثلاثين جثة من جف الصخر لجمعية خيرية لدفنها انه محاولة لطمس حقائق هذه الجريمة وهوية مرتكبيها وهي جريمة مركبة تضمنت القتل واخفاء هوية المغدورين مركز جينيف الدولي للعدالة رجح ان السلطات في العراق بدأت بالتخلص من مئات جثث المخفين قسرا منذ سنوات في سجون ميليشيات الحجد السرية وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الانساني واكد المركز ان هذه العملية هي محاولة متكررة من قبل الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ عام 2003 لطمس وتشويه الحقائق وحرمان ذوي الضحايا من معرفة الحقيقة المرصد العراقي لحقوق الانسان اكاد ان الجثث التي تم العثور عليها في باب ليست مجهولة وتحدث المرصد عن عمليات ابادة جماعية جرت في مناطق جنوبي بغداد اما لجنة حقوق الانسان النيابية فقد ذكرت في تقرير لها ان ملف المغيبين بات يتضخم مع اكتشاف اعداد جديدة منهم بعد مرور خمس سنوات على اختطافهم مبيناتا ان هناك نحو خمسة عشر الفا يقبعون في مخابئ سرية فيما اكدت منظمة هيومن رايتس ووش على ان عدادهم وصلت الى ما بين مئتين وخمسين الفا الى مليون مفقود نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان اشار الى ان مصير تسعة الاف مختطف مسجلين لدى المفوضية رسميا من محافظة نينوى وصلاح الدين والانبار لا يزال مجهولا وان المعلومات تشير الى تغييب الاف العراقيين الذين اختفوا اثناء مرورهم قرب مفارز امنية تديرها ميليشيات مسلحة هذه الجريمة ليست الاولى من نوعها فهي حلقة في مسلسل الجرائم التي تمارسها الميليشيات بدعم حكومي وبشكل ممنهج موسيقى